السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من مقارنتنا ما بين الكية اكسيد والستروين سيفور والبيجو 2008 في الجزء الثاني ده زي ما تفقنا هنتكلم على الانتيرير الخاص بالتلات عربيات و اللي نبتديه بالكنبة الخلفية بعد كده نطلع منه على الكنسول الامامي ومن خلال الكنسول الامامي هنستعرض عوامل السلام والامان في التلات عربيات وكذلك الانفتامي سيستم أو النظام الترفيه في التلات عربيات وأبرز التجهيزات اللي موجودة في الكنسول الأمامي وأهم الفروق ما بين الثلاث عربيات في هذه التجهيزات يلا بينا نبتدي بالكنبة الخلفية الخاصة بالإكسيد ومنها للسي فور ومنها للألفين وتمانية يلا بينا وصلنا للكنبة الخلفية في الكية إكسيد واللي نبتدي بيها الكلام عن المقصورة داخلية للركاب في الثلاث عربيات مبدأ يعني عندي مسند إيد خلفي وعندي اثنين كاب هولدر الفرش بالكامل بيجي بمكسما بين الجلد والقماش المساحات بشكل عام لطيفة سواء مساحة الرجبة اللي موجودة هنا ضابط الكرسي على وضعية القيادة الطبيعية بتاعتي عندي مساحة رجبة حوالي ثلاث صوابع بالإضافة كمان لارتفاع الكرسي مناسب جدا لأسفل القدم وطبعا كرسي السائل قبل لضبط الارتفاع بتاعها عندي طبعا أماكن لتزبيت مقاعد الأطفال أو الأيزوفاكس وعندي كمان أحزمة أمان موجودة هنا مع قابلية طي الكنبة الخلفية 4060 بالشكل ده علشان تزود مساحة الشنطة بالإضافة كمان للمستوى عالي من الأرضية بتاعة الشنطة علشان تتساوى مع الجزء الخاص بالكنبة الخلفية زي ما اتفقنا أو الأرضية النتجة عن طيب الكنبة الخلفية طيب عندي كمان تجهيزات موجودة لأ ما فيش أي تجهيزات موجودة في الجزء الخاص بالكنبة الخلفية ولا فتحات USB ولا فتحات 12 فولت ولا فتحات تكيف ولكن الماتيريا المستخدمة عبارة عن بلاستيك مع تطعمات من الجلد في بطن الباب ومسند الكوع وباقي الباب بيجي من البلاستيك الماتيريا بتاعته متماسكة وقوية عندي تطعمات من البيانوبلاك موجودة حوالين مقبض الباب اللي نفسه بيجي من البلاستيك الفضي أو بلاستيك اللي واخد طبقة كروم شوية طيب النفق الفتيس هنا منخفض مش مرتفع وبالتالي ممكن الشخص يعود في منتصف الكنابة بالشكل اللي احنا شايفينه ده بدون أي مشكلة ومعنديش ده ما قلت لكم تجهيزات موجودة في الجزء الخاص بالكونسول الوسطي اللي راجع للخلف ده كده سريع ما يتعلق بالتجهيزات الموجودة في الكنابة الخلفية لالكيا اكسيد تعالى بقى يتنقل للسترين سي فور وتحديدا الجزء الخلفي أو الكنابة الخلفية من استرين سي فور يلا بنا نخش على الكنابة الخلفية لسترين سي فور مبدعيا المساحات أوسع سيكة من الاكسيد هنلاحظ انه عندي مساحات الرجبة اوسع مساحات الرجل اسفل الكرسي بتاع السائق برضو اوسع انا زابط كرسي السائق على وطاقة الطبيعية بتاعتي ومع ذلك عندي مساحات ازرف شوية من اللي موجودة في الاكسيد ولكن النافق الفتيس هنا مرتفع اكتر من الاكسيد فبالتالي الجلوس في المنتصف هيبقى صعب جدا فيه كمان اوبشنز موجودة هنا في سي فور ما كانتش موجودة او مش موجودة في الاكسيد وهي فتحات التكييف الخلفية اللي موجودة هنا بالاضافة كمان لفتحة تيو اس بي خلفية الفرش بيجي ماكس ما بين الجلد والقماش نفس الفكرة اللي موجودة في الاكسيد ولكن هنا يعني على تصميم ازرف شوية من اللي موجود في الاكسيد المثالي المستخدم في الابواب بيبقى ما بين البلاستيك وما بين الجلد موجود في بطن الباب مع مسند الايد او مسند الكوع ويعني ايه تطايمة كده صغيرة هنا من القماش بتدي منظر شيك شوية لكن المقابط بتيجي من البلاستيك العادي وفتحات تخزين صغيرة موجودة هنا مع فتحات تخزيل موجودة في ظهر باب الظهر كرسي السائق وكرسي الراكب الاماني. طيب الكرسي طبعا او الكنبة الخلفية قابلة للطاي 4060 زي ما اتفقنا. وبالشكل ده عشان تزود مساحة الشمطة. وعندي كمان مسند ايد خلفي موجود هنا. طبعا مش هينفع افتحه معلش عشان يعني هم مجلفينه. لكن في مسند ايد موجود هنا. والمسند اليد ده او امكانية الدخول للكنبة الخلفية من خلال مسند اليد الخلفي. عندي برضو نفس المقابل طاعة الابواب اللي موجودة هنا في الجنب. ولكن وحدة الاضاءة اللي موجودة بدل ما كانت موجودة في النص في الاكسيد. هي موجودة هنا في منطقة الخلف. خلف الكنبة او فوق الكنبة بالضبط يعني. طيب اه دي كده الكنبة الخلفية سريعا للسترون السي فورت. تعالوا بقنا اتنايل الكنبة الخلفية في البيجو 2008. يلا بينا. اخيرا وليس اخيرا الكنبة الخلفية في البيجو 2008. نفس اللي موجودة في السي فور ونفس اللي موجودة كمان في الاكسيد هو الفرش الميكس ما بين القماش والجلد. تصميم الكنبة هنا مريح برضو بيجي ثبي دي بيبقى فيه احتضان لحد ما للشخص اللي هيركب فيه المقصورة الخلفية. طيب عندنا مسند ايد خلفي لا ما عندناش مسند ايد خلفي ودي برضو احد الحاجات اللي غابت عن التجهيزات هنا في الالفين وتمانية. بقى السي فور فيها مسند ايد والاكسيد فيها مسند ايد. لكن هنا مفيش مسند ايد خلفي فيه البجو. ولكن الكنبة الخلفية قبلة ليه الطاي 4060 زي ما تعرفنا عليها. واحنا بنتكلم فيه ضهر الشنطة اللي موجودة هنا. وطبعا عندي اماكن تثبيت من قاعد الاطفال مع احزمة الامان الخلفية. بالنسبة للباب فالم مستخدم فيه هو البلاستيك مع تطعمات من الكربان فيبر ستكر والبيانو بلاك بتدي منظر شيك شوية للباب من هنا. لكن بطن بتاع الباب كمان بييجي من البلاستيك. ولمسند بتاع الكوطة وفقط هو اللي بيجي من الجلد آه بالتالي. هيكون البا بيجو او الباب موجود في البجو بيكون الماتراي البلاستيك المستخدم فيهه وكتر كمان مستخدم فيه استروين سين س Complet lattsh FE T طيب عندنا بقى الاضاع الخلفية التي تبقى موجودة هنا. بتلقى موجودة اه شكلها اشيك شوية من الى موجودة في الاكسيد وفي السي فور. والازاز طبعا نخافي بيجي اه فاميه مع مساحات برضو مساحات الارجل. سواء مساحات الرجبة او مساحات الكرسي بتاع السائق المرتفع عن الارض. مساحات الرجل من تحت برضو مساحة معقولة جدا. برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة هنا في التجهيزات في الكنسول الوسطي. فتحتين يو اس بي موجودين ولكن ما فيش فتحات التهوية. يبقى احنا كده عندنا في البيجو وفتحتين يو اس بي. عندنا في استروين سيفور فتحتين تكييف مع فتحة يو اس بي. وعندنا كمان في الاكسيد مفيش اي تجهيزات نهائيا. طيب اه ده كده سريع نفق الفتيز برضو بالمناسبة مرتفع هنا في البيجو. ولكن الجلوس في المنتصف يعني هيبق صعب شوية. اه يعني لحد ان ما ممكن تحط رجل يمين ورجل شمال. لانه عندك السقف كمان مرتفع. يعني يمكن اكتر اه عربية السقف بتاعها مرتفع ما بين الثلاث عربيات اللي ركبناهم دلوقتي. طيب ده كده سريع ما يتعلق بالكنبة الخلفية في البيجو. كده احنا خلصنا الكنبة الخلفية في الثلاث عربيات. طيب احنا نطلع قدام الكنسول الامامي. ونبتدي هنا بالبيجو. ونتقرف على عامل السنام والامان والامان في الثلاث عربيات بداية من البيجو زي ما اتفقنا. يلا بينا. الكنسول الامامي في بيجو 2008. وقدر اقول لكم بكل بساطة هو يعتبر افضل انتيريور ما بين العربيتين اللي بنقارن بيهم السي فور والاكسيد. البيجو 2008 هو افضل تصميم على صعيد التصميم وعلى صعيد التجهيزات كمان. يعني تقريبا فيه تجهيزات كتيرة مشتركة ما بينهم هم التلاتة. ولكن ترتيب التجهيزات في الطابلومة القدام ملفت جدا للنظر. لكن بشكل عام اه يعني ابرز اختلاف موجود ما بين الثلاث عربيات موجود في السيفتي باكتج. هنا في العربية في الالفين وتمانية عندنا اربعة ايرباكز. اتنين امامي واتنين جانبي موجودين في الكراسي. فكده عندنا اربعة ايرباكز. اما بالنسبة لانزمة الفرامل فهي واحدة موجودة في الفئات بتاعة البجو 2008 كلها وموجودة كمان في سيفور وموجودة في الاكسيد اللي هو الاي بي اس والاي اس بي والتراكشن كنترول وآه النظام دعم الفرامل آه في حالة التوارئ وفرامل الايد الكهربائية موجودة في السيفور موجودة في الالفين وتمانية مش موجودة في اه الاكسيد بالاضافة كمان لسنسور الركن الخلفية والكاميرا الخلفية فانزمة السنام والامان في التلات عربيات ما فيش فيها اي كلام الحقيقة لانها مميزة جدا لكن زي ما قلت لكم ما تختلف في عدد الايرباكز مثلا وفرامل الايد الكهربائية اللي تبقى موجودة في السيتوين سيفور وموجودة في الالفين وتمانية مش موجودة في الاكسيد. طيب بقى التجهيزات بقى تختلف في ما يتعلق مسلا بشاشة العددات اه شاشة الترفيه اللي موجودة فتحة اليو اس بي اه فتحة الاثناشر فولت ترتيب شوية ترتيبات ومتعلقة كمان بالجزء الخاص بالكنسول الوسطي اللي موجودة هنا تطعمات بقى البيانو بلاك اللي موجودة مع الازرار يعني ايه دي كلها بترجع لتفضلات الشخصية لكل واحد فينا بترتيب بتاع الحاجة بعمل ازاي هو ده اللي بيفرق ولكن خلوني مسلا اقول لكم على حاجة مميزة جدا هنا في البيجو الالفين وتمانية وهو شاشة العددات. شاشة العددات تعتبر هي الافضل ما بين الالتلات عربيات اللي بنقارن ما بينهم. اه ليه افضل لان هي بتيجي ثري دي و اه في نفس الوقت شكلها وترتبها مع اه الابعاد بتاعتها مقارنة برؤية السائق اه بتبقى ابعاد مريحة جدا الحقيقة وتصميمها كمان مختلف ومميز و عندنا الفراغات اللي موجودة هنا بتدي شكل اه لطيف. فالصراحة يعني تصميم العدد اه او شاشة العددات هو تصميم مميز جدا واكتر حاجة بتميزة. كذلك شاشة تليم فريم سيستم اللي بتيجي تمانية انش هنا بتبقى اه واخدك كده فبتديك احساس ان هي بتبص عليك ودي حاجة مميزة جدا من خلالها بقدر اتحكم في التكيف بتاع العربية التكيف بتاع العربية بيجي اوتوماتيك وبيجي الدول زول ودي برضو حاجات من ضمن الحاجات المشتركة ما بين التلات عربيات مفيش فيها اختلاف مجموعة الازرار الشورت كات اللي موجودة هنا بتاخد شكل مميز وكذلك عندنا فتحات التخزين اللي موجودة هنا فيه فتحة التخزين اضافية بتبقى من البيانو بلاك وليها اه يعني اه جزء غطى كده بيغطيها وعندنا كمان واحدة تخزين صغيرة موجودة هنا فيها فتحة اتناشر فولت واحدة تخزين العلوية دي موجود فيه فوقها اه اه او جنبها على يمين وعن الشمال فتحتين اه يو اس بي اما ميتين عصا يتنقل الحركة والمحيط بتاعها بالاضافة للكونسول الوسطي كله بيجي من البيانو بلاك هنا عندنا فرامل ايدي الكهربائية المشتركة مع السي فورت زي ما قولنا وعندنا كمان زرار درايف مود اللي عندنا اكتر من مود للقيادة وعندنا كمان الجزء الخاص بالكروس كنترول زرار الاكتيفيت ودي اكتيفيت للكروس كنترول اللي ممكن بعد كده نعمل له اكتيفيت اتحكم بقى في الاعدادات بتاعته او بتاعه من خلال دراع موجود هنا تحت الدراع الموجود بتاع اه نائل اه بتاع اه الفرامل طيب اه عندنا كمان عجلة القيادة بتيجي مالتي فانكشن ده مرضو مشترك فيه التلات عربيات مفيش في اي اختلاف زرار سرستوب انجن عجلة القيادة قابلة للضبط في اربع اتجاهات فوق وتحت وقدام وورا بالشكل احنا شايفينه ده وطبعا اه يعني زي ما قلنا مالتي فانكشن بشكل اه لطيف وتصميم بتاعها كمان تصميم اه لطيف جدا طيب شاشة زي ما قلت لكم ممكن من خلالها اتحكم فيه التكييف ممكن كمان من خلالها اتحكم في كتير من الوظيف الخاصة بالعربية وممكن كمان اه اوصلها بتليفون من خلال البلتوز او من الابل كار بلاي او الاندرويد اوتو على حسب اه احتياجة الماتيريال المستخدم فيه التابلون من قدام بيبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين وفيه عندنا جزء كده التجويف بياخد اه الكاربون اه وبيلحم كمان مع الابواب الامامية بالشكل ده الباب الامامي بيجي من بلاستيك وكذلك الباب بتاع اه الراكب الامامي بيجي من بلاستيك كرسي السائق وكرسي الراكب الامامي الاتنين قابلين للضبط سواء الارتفاع بتاعهم او اه الضبط في اكتر من انتجاه ولكن بشكل يدوي بالكامل سواء كرسي السائق او كرسي الراكب الامامي ودي برضو ومضمن الحاجات المشتركة ما بين التلات عربيات. انه الكرسي السائق وكرسي الراكب الامامي الضبط بتاعهم بيكون هي ادوية. طيب اه ده كده سريع ما يتعلق بالكونسول الامامي مسنا دلئيد بيجي من الجلد قبل الاطالة مع مساح تخزين سوفلية وعميقة كمان اه جوه منه ومع الجلابس بوكس اللي موجود هنا مساحة التخزين فيه برضو مش وحشرة بتبقى عميقة لجوه. اه ده كده سريع ما يتعلق بالكونسول الامامي وعمل السلام والامان في الالفين وثمانية تعالوا عن اثنين للسي فور ونتعرف عليها عن قرب ونتعرف كمان على ابرز الاختلافات الموجودة في عيال لبينة. نخش على الفرنساوي اه من اهم الحاجات اللطيفة في الموضوع ان دينا بدأ التليل فالكارب هيتبان بقى في العربية. طيب مبدئيا عايزين يكلب على النقاط اه النقاط الاختلاف اللي موجودة هنا في ستروين السي فور مبدئيا عندنا هيدا بتسبلي مش موجودة في العربيتين ولا في الاكسيد ولا في البجول لو ده هيفرق معاك. اه عندنا كمان سخنات موجودة في الكراسي الامامية سواء كرسي السائق او كرسي الراكم الامامي ده برضو احد الاوبشنز الموجودة في ستروين سي فور مش موجودة في الاكسيد ولا في البيجو الالفين وثمانية. اه شوية الاوبشنز الباقية بقى موجودة زي الفتحات اليو اس بي فتحة الاثناشر بولت زرار ستوب انجين درايف مود. اه عندنا كمان من ضمن الاوبشنز الظريفة اللي هنتكلم عنها لما نتكلم في الجزء الثالث المتعلق به منزومة الحركة هو ناقل الحركة اللي موجود هنا اللي هو شفت باي واير شفناه قبل كده في السكودا الاكتافيا وموجود هنا كمان في الستروين السي فور وعندنا كمان هنا اثنين كاب هولدر مع كافر يمكن نغطيهم وفرامل الايد على الكهربائية. اه هنلاحز انه بشكل عام الاوبشنز واحدة تقريبا مفيش فيها اي اختلاف زي ما قلت لكم بسيسناء نقطة الهايدة بتسبيلية الموجودة هنا مع اه موضوع بقى ان انت عندك مسلا شوية حاجات لطيفة لمسات جمالية منها مثلا الهولدر الموجود هنا للتاب ده هولدر موجود اه ممكن اشيله خالص لو انا مش محتاجه بالشكل ده اشيله خالص واعمله كده هو والغيه تماما او ان انا لو محتاجه بروح جاي الكافر ده بيجي مع العربية بيركب اه تحت اي ظرف اي حاجة محتاجها تاب شاشة اه موبايل اي حاجة بيركب في ظهرها وبعد كده بتثبت بطريقة معينة هنا كده بالشكل ده وبيتثبت في العربية وكده يبقى تمام اه بتحتاجه بقى بعد كده او تشيله لو انت مش محتاجه طيب اه اه في عندنا برضو بدون الاوشنز الزيادة اللي موجودة هنا في الفئة اه في الستروين بداية من الفئة الاولى هو موجودة هنا خلف عجلة القيادة ده مش موجودة برضو في الاكسيد ولا موجودة في البيجو الالفين وتمانية يبقى احنا كده عندنا مجموعة اختلافات بسيطة وظريفة موجودة في الستروين السي فور اولها طبعا هنا تاني وبعدين كده عندنا الموجودة هنا وعندنا كمان الموضوع التابلت او الهولدر بتاع التابلت بالاضافة كمان لترابيزة امامية موجودة هنا ممكن كمان احتاجها لو انا اه يعني باكل او بشرب او اي حاجة وممكن الغيها خالص بالاضافة للجزء الخاص بيه وكمان عندي سخينات الكراسي الامامية الكراسي الامامية طبعا قابلة للضبط يدويا لان مفيش اي حاجة كهربعية في الثلاث عربيات مفيش في اي اختلاف طيب الشاشة الموجودة هنا عشرة انش ولكن تصميمها هما يعني ايه حاولوا يعملوا حركة ظريفة في العربية فيعني انا شايفة من نوجة نظر الشخصية يعني بزت منهم الحقيقة هو التصميم واخد اه يعني شكل مختلف ومميز بس للاسف مضيع العشرة انش بتاع الشاشة جاية بالطول مش بالعرض وده يعني بعض الاحيان ببقاش ظريف مفيش فيها اوبشنز كتيرة الشاشة يعني التعامل معانا سهل لانه مفيش فيها اوبشنز زي ما قلتلكم اه كتيرة من خلالها بقدر اتحكم فيه التكيف والتكيف برضو ممكن اتحكم فيه من خلال ازرار موجودة هنا اه بشكل اساسي ده التكيف وهنا ممكن اتحكم في التكيف برضو ومفيش فيها برضو لعب كتير وكزلك شاشة العددات الرئيسية اللي موجودة هنا اللي برضو من ضمن الحاجات اللي حاولوا يصمموها بشكل مختلف فبزت منه ومن حقيقة شاشة العديدات هنا بتيجي ديجيتل ولكن صغيرة جدا مقارنة بحجم العربية وفي نفس الوقت مش حاسسها احسن حاجة ولا في الريزيليوشن ولا حتى في الاوبشنز اللي بتقدمه يعني في الثيم مثلا ما بتقدمش معلومات كافية وكملة عن الاداء بتاع العربية او المعلومات الحيوية الخاصة بيها طبعا العجلة بتيجي مارتي فانكشن على يمينك بيجي التحكم في الانفتايمين سيستم وعلى شمالك الكروس كنترول وهنا جزء كده بيجي هي تروي سبوكس طبعا السبوك الموجود هنا بيبقى بيانو بلاك وبيبقى عريض شكل مختلف تماما ومميز الحقيقة يعني ما قدرش اقول عليه غير مميز فاتحتين يو اس بي موجودين هنا مع فتحة 12 فولت مع مساحة تخزين علوية ومساحة تخزين سفلية ومفيش فيه اي اوبشنز تانية مع مكان تخزين هنا وجزء الكونسول الوسطي ده كله بيجي من البيانو بلاك مسلا در ايد ما بيبقى بيبقى قبل الاطالة عفوا وما بيبقىش فيه اي اوبشنز داخلية يعني ما فيش فيه مسلا مساحة فاتحة او اي او اي حاجة لا او مساحة تخزين صغيرة موجودة تحت منه وخلاص على كده طيب الجزء الخاص بيه المراية الخلفية اللي هنا بيبقى اوتو دامنج او قابلة للتعتيم اه ذاتيا ودي برضو احد الابشنز المشتركة ما بينها وما بين البيجو الالفين وثمانية اما في الاكسيد بتكون اه منوال هنتعرف عليها دلوقتي ده كده سريع ما يتعلق بالطبلوء في السيتروين السي فور وقابلز الاختلافات اللي بتميز السي فور عن الاكسيد وعن الالفين وثمانية اتعرف بقى الاثنائل دي الاكسيد ونتعرف عليها يلا بينا الكا اكسيد ركبنا في الكنسول الامامي ده قبل كده اكتر من مرة فيعني ايه مش هنقول حاجات مختلفة ولكن هنقول اللي بيميز الكا اكسيد في الكنسول الامامي عن السي فور والالفين وثمانية وايه اللي ينقصها مقارنة بالسي فور والالفين وثمانية مبدأيا بيميزها حاجة لطيفة جدا وهو الوايلس شارجر الموجود هنا لو هيفرق معيك فده موجود في الاكسيد مش موجود في الالفين وثمانية ولا في السي فور طيب بيميزها كمانا ومن وجهة نظر الشخصية المتريال المستخدم في التابلومن قدام الصوفت بشكل كامل مع تطعمات من البلاستك العصاصي والبيانو بلاك بتبقى المتريال البداعيتها متمسكة وشكلها أشيك وأظرف من اللي موجودة في السي فور ومن اللي موجودة في 2008 ولكن 2008 تكسب في الشكل بشكل عامي يعني التطعمات الخ Leslieium atshe科 مع التأسيمة والتوزيع وتصميم التابلومن الأمامي بجوء 2008 شكلها أفضل لإنه response دي هنا تحس ان هي يعني اه تسعيناتي شوية في التصميم بتاعها. اه السي فور بصراحة يعني ما حبتهاش. بصراحة التصميم بتاعها اه الامامي او الطابلول الامامي مش احسن حاجة بالنسبة لي. طيب اه الماتيريال زي ما قلت لكم المستخدم هنا عبارة عن سوفت مع تطعمات من البيانو بلاك والبلاستيك الروصاصي. العجرة القيادة بتيجي من الجلد بتيجي مارتي فانكشن كروز كونترول وعلاش مالك واحد متحكم في الانفتيمنت سيستم. شاشة العديدات بتيجي ديجتال وهي اول شاشة عديدات ديجتال بتطرح من كية في اي عربية من عربياتها في السوق المصري موجودة هنا في النسخة التانية او في الفئة التانية من اكسيد. طيب عندي فتحتين يو اس بي مع 12 فولت فتحة 12 فولت. اتا كيف بيجي دول زون وبيجي اوتوماتيك زي ما موجود في السي فور وزي ما موجود في الالفين وتمانية ما فيش في اختلاف. من ضمن الحاجات اللطيفة شاشة الانفتيمنت سيستم الموجودة هنا. ومن ضمن الحاجات اللطيفة فيها ان هي عشرة انش واضحين. مفيش فيهم اي هادرة زي ما ما شفنا في السي فور وزي ما شفنا كمان في الالفين وتمانية. او ما عشرة انش واضحين مفيش فيهم اي اي لعب او يعني ايه كيرفات او اي حاجة واخدة من مساحة الشاشة. طبعا ده تفضيلي شخصي بيختلف من شخص الاخر. ممكن انت تشوف شكل الشاشة في السي فور افضل او في الالفين وتمانية افضل. ده يرجعلك مفيش فيه اي اختلاف. طيب اه شاشة او الانفتيمن سيستم هنا سهل التعامل معاه. مفيش فيه اي تعقيدات ومفيش فيه اي اه حاجة تتوهك. طيب اه شاشة بعددات شاشة اه صحيح ديجيتال ولكن تقليدية. يعني على يمينك الار بي ام على شمالك عدد السرعة في النص فيه عندك المؤشرات الحياوية الخاصة بالعربية وبس. مفيش اي لعب في الثيم او اي لعب في الاضاءة او فيما يتعلق بيه الالوان بتاعة شاشة العددات. ولكن عندك واحد موجود هنا اللي هو السبورت. ودي من ضمن الحاجات اللي غابت عن العربية انه عندنا واحد بس. ما عندناش كمان اه اوبشنز زي مسلا اه او اه اه النواق الحركة الموجودة خلف المقوض القيادة ده برضو مش موجود في العربية هنا. اه المراية ديت المراية خلفية بتبقى تعتيم بتاعها تعتيم يدوي مش تعتيم ذاتي. فرامل الايد بتبقى فرامل الايد يدوية مش فرامل اه اه كهربائية برضو من ضمن الحاجات اللي غابت عن العربية في جهزاتها. اه ده كده سريعا ما يتعلق بيه الاكسيد طبعا زرية سر ستوب انجل موجود في الثلاث عربيات مفيش في اي اختلاف الكراسي الامامية بتيجي اه ما بين الجلد والقماش في الفرش بتاعها برضو زي ما موجودة في الالفين والثمانية والسي فور. وبرضو الضبط بتاعها بيكون يدوي في الفئتين اه بتاعت العربية في فيه الاولى او في الفئة التانية من اكسيد. اه ده كده سريعا ما يتعلق بالانتيرير بتاع العربيات التلاتة. احنا كده خلصنا الجزء التاني من اه ريفيو بتاعنا. اتكلمنا فيه عن الكنبة الخلفية والكونسول الامامي بتجهيزاته في الالفين والثمانية وفي السي فور ودلوقتي كمان في الاكسيد. اه بكده انكم خلصنا الجزء التاني ان شاء الله